السلام عليكم أخوتي والله يجزيكم بخير أنا عارفة يعني اللي عنده وليدي عزاز الأمنية دياله كيتمنى يقول تغنصفت وليدي للحج تقو بيا إلما كانوش وليدي يكون واحد الناس اللي هم قادرين بواحد الصحة نضيانه قبل ما تحاولوا تصفتهم حترا شفت واحد الوالدين راه أقسم بالله العلي العظيم راجعة في الطريق وكانشوف الناس كتموت كتموت هكذا كتشهد جيت نعطاه المحب اسني البوليسي قال لك اللارة تصفرها كتخرجوا الموت زدت واحد شوية كالقسيدة ميتا ناس كيموت وهكذا كتشوف فيهم يعني إحنا راجعين بتنفموز دليفة هذي الليلة هذي راجعين ما سنقول لك راه وحد الحالة وقعت الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر اللي يجعلها مغفرة الزنوب ولكن اللي عنده وليدي عزاز يحاول إما يجي معهم أو لا يصفتهم ش جاءوا معي وليدين اللي مساكنت هالفين وراجل كبير بالعكاز شاد دين فيه عافكة بنتي فين كين المغرب أنا براسي دير اللوكاليزاسي وما مخلية ما ديره وفين هو كين المغرب ما ما كتلقاش يعني بكترسم ذاك الزحام اللي انت كتشوذ رابش تلقى بلادك فين غتلقاها كتشوذي البوليس تقول الله يخليك فين كين المغرب يقولك ما عرفت ما عرفت ما لا البوليس عارفين ولا ذاك المنظمين فين هوا ما ما كتلقى حتى شي واحد كتشوذي البوليس كتشوذي البوليس نفس ديالك نفسها تتخنق بكترة الزحام الحمد لله اللهم لك الحمد واحد الحالة يجعلها مغفرة للدنوب للجميع راح الحجم ماشي ساهل لما عنده صحة دياله بلا ما يفكر انه يجيلي انا بحتخليت واليدي احطيتهم ورصيتهم كنا وشربوا الدواء ديالهم عاد غادي نرجع نرملي لهم الجمارات ديالهم ما قدرتش نخليهم يمشيوا حيت راه الحمد لله اللهم لك الحمد مهم الله يتقبل من الجميع الحجرة ماشي ساهل وشوف اي حاجة في طريق الله سبحانه وتعال كتشوذي بها حلاوة احنا باغين هذا الشي وعاجبنا هذا الشي والحرارة أعطي الحرارة البارحة في عرافة راه التليفون ديالي بكثرة الحرارة وكتشوذي الحناوة والفرحة ولكن انا كنهضر على الناس وعلى وليدين اللي مقادرينش انكم صفتهم بوحدهم تلقوا وليدكم مليوحين في الشارع ونحنا كم غاربة في حال هكذا انا دزت وكنشوف ناس مليوحين بغين غير قراءات لممكة تقدرش ومدير لي تشي حاجة حيث أصلا الحمد لله اللهم لك الحمد ترجمة نانسي قنقر